حيث أمر وكيل الجمهورية بمحكمة تبس فصيلة الأبحاث درك الوطني بفتح تحقيق معمق في قضية تتعلق بمشروع تغزين مداخل عاصمة الولاية بأشجار النخيل تحريك هذه الدعوة العمومية من طرف النيابلة أعطت أمرا بفتح تحقيق لوجود شبهة فساد وستنزاف غلاف ماليا معتبر تفاصيل مع سليندريد هكذا إذن هي قضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي هنا على مستوى ولاية تبسة لأنها الأولى من نوعها وذلك بعد قيام مواطنين ومنتخبين محليين بتقديم شكوى مرفقة بوثائق ثبتية تتحدث عن فساد وتبديد للمال العام وشبهة عدم احترام مقيس منح الصفقات حول مشروع تزيين مداخل عاصمة الولاية بأشجار النخيل كما ترونها ورأي النيابة العامة وفور تلقيها الشكوى أمرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بمباشرة التحقيق المعمق لكشف كل الملابسات خاصة وأن مشروع التزيين منح على أساس الاستعجال وبالطراضي وهو ما يتنافى مع المتعارف عليه في هذا المجال وإلى غاية تزيين ما سيفرزه التحقيق تبقى خطوة المواطنين والمنتخبين المحليين والجهات القضائية محلة ثمين وإعجاب من طرف المجتمع التبسي إلى قناة النهار كان معكم سليم دريد